اشتركوا في القناة وبركاته. زي وجماعة من ايه? اهلا ومرحمة لكم فيديو جديد. فيدي النهاردة مهم جدا يا جماعة. لاننا لبينا طلابات الاصدقاء المتابعين للناس اللي طلبت مننا عن نوع حمام معينة. لبقى لهم طلاباتهم. بازن الله. وعملنا في اخر الفيديو برضو. هنعرفكم على غو محترم. رجل محترم. شغال في استراض وتصدير الحمام. يعني لو انت محتاج حمام وعايز تجيبه من مصر هجيبه لك. من بره مصر هجيبه لك. ولو عايز تخرج حمام من بره مصر هجيخرجه لك. خليكم معنا يا جماعة وشكعونا بالله يا كوشير. وللي مش مشترك معنا يا ريت اشترك. بسم الله ورحمة 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 وبركاته. اه الناس يا جماعة انا طالبت مني الحمام اللحم الفرنسي. ده حمام لحم فرنسي. اه شغال كله وماء بيض. ومعاز غليل. اما نركو فيديو. ده الرقم المسبة يا جماعة. لليل عايز يتواصل مع صاحب الحمام. وعلى فكرة يا جماعة الحمام الشغال اللحم الشغال من تلتمائة وخمسين وربما الجناح عليها. ده لو هتجيب اسوص فردة يعني قصة اتنين ثلاثة طبعا الجملة بقى فيها كلام تاني. واجماعة تتأكد من الحمام الفرنسي بالذات وتشوفه بنفسك وتكون اخد حد معاك بيفهم فيه لان فرنس كتير بتغيش. في موضوع اللحم الفرنسي ده. اه اه وبيدخل بيدخلوا على لحمة تاني وكده. اللحم الفرنس يا جماعة بيكون يعني حمام ما محملها حجمها حجمها كبير. الرجل حمرة خالص ما بيش فيها ريش. الرجل ما كونش فيها ريش. اللحم يا جماعة بيكون اه لونه هو منه لونين. والموجود في بصر بالاكتر اللون الابيض وفيه لون سلفر. وده بيجي من المملكة العربية السعودية اللون السلفر ده. بس اللي موجود في مصر كله ابيض ما يكونش فيه ريشة سودة بيكونش رجل فيها ريش اه في الرجل سرور ولا اي ريش خالص. لان كده يبقى داخل على حمام تاني. وطبعا ده بيعيبه وبيعمل مشاكل. ده يفيديو اللحم يا جماعة واللي حابب يشتري ولا حاجة يتواصل مع صاحب الحمام. اه راكم المثبت. واحنا شايفين بسم الله ما شاء الله الحمام ما هو اه بس هو الرجل بيصور بسرعة شوية. لديه ما يصبته في التصوير. احنا عملنا على دمان يقدر علينا يفيديو على دمان يقدر. فيه غليل اهو. وفي حمام ببيضه. وكده. ان شاء الله يا جماعة بإذن الله احنا هنزل الفيديو كل يوم الساعة 12 رده. وهنعمله عرض اول. وهنخش قبل العرض الاول ده بعشر دقائق عشان لو حد عنده سؤال ولا حاجة يكتب تعليق واحنا رد عليها منباشر على طول. في ردكو ال اه ناس كل ما تواجدها للساعة 12 وامتبعانا في في العرض الاول عشان نرد على اللي عنده سؤال اول اللي عنده طلب نرد عليه. والله بقوله طلبه ان شاء الله. هو مش اللحمة جماعة ان هو معها زغليل وبيبيض يعني. بشتغل على طول بيلحم ده عشان كده ايجت كلمة لاحب. وده كل الحمام ممكن يعمل كده يا جماعة لو احنا فقنا له ورعناه بالكالسيوم والتحديق والفيتمنات. معنا يا جماعة برضو عروض جميلة جدا لعروض لحمام الزاجل. الحمام ده جماعة من منصورة. حمام جميل جدا صفكة حلوة والله. وحمام اصوله قوية احنا شايفين دخله زاجل زين اهو. زاجل كتاف. وزاجل فل كلر. اللي هو الاسفر اللي ورا ده. والزاجل ده دمه دمه قوي يعني. وده العرض يا جماعة تلاتين قصة شغالين. غير الزغالين والشبابات. من اخ محترم جدا. من المنصورة. اللي يروح له يا جماعة واللي يتصل عليه واللي جالك من عندها ام احمد وهو هيجيب لك هيعمل معك الواجب والزيادة. هو طالب يا جماعة في الاسف ٢٥٠ جنيه اللي هو الشغال. وللزغاليل مية وخمسين. طبعا لو هتاخد كمية هيبقى فيه اكرامية عن كده. يعني انت لو هتاخد جوز زغاليل مش عارف ايه ما ينفعش ايه. تطلب خصمة ولا حاجة. لكن هتاخد ما عشان عشرة قصوص عشان قصة ولا حاجة من دي. هيبقى فيه ايه يعني اكرامية شوية. اخوتنا بتقول منصورة والناس اللي هي طلبت مني برضو في ناس طلبت مني زواجل بشعر مرتاح ده يعتبر شعر مرتاح يا جماعة. ولو انت عايز تعمل شوية الزاجل ممكن برضوخ الزغاليل. وهتعودها عندك. عند الزغاليل يا جماعة. اتواب مختلفة يا جماعة واصول مختلفة. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب الحمام ويبارك للمشتري. حاجة جميلة جدا. يعني اللي هياخد الحمام ده هي دلقة عن تشغيل الزاجل من الزاجل النظف جدا. معنى الزغاليل يا جماعة برضو لو انت عايز تعمل غاية زاجل الزغاليل هتفيدك جدا. وهتعودها عندك. وهترميها ازما انت هتدشر برضو وهترمي وحاجة من دي. ممكن بعد كده تدخل سبقات بالناتج بتاع الحمام ده. الحمام ده تقصي لك كوي يا جماعة وضم كوي. وطبعا يا جماعة ما تشوف الحمام على الطبيعة احسن بكتير عما تشوفه الفيديوهات. ولو هتشير كمية كبيرة يا ريت انصح ان انت تروح لغاية صاحب الحمام. وتشوف الحمام على الطبيعة وتشوفه وضعه على الطبيعة. معنى العرض كمان يا جماعة العرض ده بتاع اخونا احمد زين. عامل عرض كويس جدا. اتنشق قص باكستاني. شغالين زي ما انتش ايقفين معام زغاليل وزغاليلهم في الارض هم. الباكستاني برضو جماعة من الحمام الطيار والحمام التحضين زي ما احنا قولنا قبل كده. اه عامل اللي اتنشق قص ب1500 جنيه مع بعض. ده يا جماعة جز اه هزا الشغالين عاملين مية وعشرين جنيه. للي حابب ده تواصل مع صاحبهم. انا شايف ان هو سعره معقول جدا. هما زغاليل مصر بس داخلهم ديول. فهم بعد ريشة سودعين. انتكر مستوى عالي جدا. هنا يا جماعة بنحاول نرد كل الازواء ونرد كل الناس نجيب الحمام الغالي. ونعمل عرض للحمام الرخيص عشان يكون الناس ربي. وكل واحد ربي على قد مكانياته. الوقت يا جماعة احنا جينا للراجل اللي احنا بنقول عليه. قوله السيد زيشام ده عدوش ابو احمد. فالراجل غاوي عنده حمام محترم. وراجل محترم واسمه مسمع في السوق. وده يا جماعة صورة للشحنة الحمام وهي جاء من الخارج. في المطار. وكارية البضايع. الحمام ده بتاعه ربنا يتبارك له. وان شاء الله بعد الازمة اللي احنا فيها دي. هيجيب حمام من برا. واللي عنده حاجة عايز يجيبها مصر. يتصل عليه. ودي عايزة من الحمام بتاعه. اللونجات عنده. هو بربي حمام كويس. باقي اللي عنده اللونجات. وعنده كزة نوع يعني. وعنده كولر هيد. وعنده حاجة منه. وعنده البول هيد. حمام كله مستوى كويس. فيارت يا جماعة اللي حابب. يتعامل معي تصل على ركم التليفون. الموضح. على الفيديو ده. ويا رات يا جماعة تشجعونا وملايك وتعليق. واللي مش مشترك يشترك. عشان اللي هنتفرق معها العروض اللي نزيلها لفترة اللي جاية. لان احنا نزل عروض جميلة جدا. ونحاول نلبي كل طلباتكم. واللي عايز حاجة يا جماعة. اللي هو عنده اي طلب. يكتبه في تعليق. واحنا ان شاء الله هنوصله للغات عنده. هنوفروله بازن الله. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة. يا رب يكوننا للاعجابكم. ونقوله عند الحصص عندكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة